نسي كحام الإبعاء الأولى في تونس شكرا على اتماعكم ضيفنا الآن سيد براين بودربيل عميد المحامين مرحبا سيد العميد شكرا مارك الله فيك أهلا وسهلا كنت في لقاء مع رئيس الجمهورية هذا الأسبوع ووقتي خرجت عمل التصريح قلت نساند رئيس الجمهورية في سعيه لمقاومة الفساد وأصلاح منظومة الحياة السياسية رئيس الدولة يملك وضوح في الرؤية وعزيمة على تحمل المسؤولية المناطة بعهدته من أجل إنجاح المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي تتمسك بكل هذه الكلمات؟ طبعا طبعا نتمسك بيهم بناء على ماذا قلت هذا؟ اللهي جاتنا الدعوة من سيد رئيس الجمهورية حضرت أنا وكاتب العام المجلس الهيئة لسيد حاتم زيو ودام اللقاء حوالي ساعة ونصف كان اللقاء يعني صريح وواضح استعرضنا فيه المشاكل للتعرض مهنة المحامات ومنظومة العدالة وكان يعني عبر على تقريبا على نفس المشاعر اللي نشعر بها نحن في المعاشر المحامين بخصوص منظومة العدالة البطء في التقاضي مثلا قضية الشهيدين شكري بلايد والبراهمي لتوثماني السنوات ولم يقع البت فيها لم يقع الاستقرارات متواصلة كذلك يعني يقول أنه بالنسبة لقضايا الفساد يعني يقع تتبع كونش المنحارفين يعني الصغار المنحارفين الكبار ما واش قاعد يقع تتبعهم قضايا الفساد لازلت يعني لم يقع البت فيها كلها ما زلت موجودة دائما اللحظوها تعرض يعني اذكر مسألة يعني المنظومة اللي تنظم المنظومة يعني تنظم الحياة السياسية المنظومة القانونية تنظم الحياة السياسية ولهنا يعني تقريبا يعني ولأ اجماع شبه اجماع من طرف يعني كافة المواطنين اللي كونوا المنظومة هذه افرزت يعني مؤسسات غير قابلة للعمل نشوفه في مجلس النواب كيفاش قاعد يعني صراعات فيه بدون حسم نشوفه اللي كونوا النظام السياسي اللي اخترناه له رئاسي معدل وبرلماني معدل خلى كونوا يعني احزاب تشارك في الحكم وغير مسؤولة عند مجلس حاسبة تقول لا أنا مانيش مسؤولة هذه كلها يعني هل كان هذا اعتبرتوه هذا وضوح في الرؤية لرئيس الجمهورية لا يعني بطبيعة الحال وقت اللي انسان يطرح المشاكل هذية بطبيعة الحال يعني بش يكون يعني الموضوع هذي بش يدرس بش يعاد دراسه يعاد دراسه على الساعد السياسي على الساعد الفاعلين السياسيين بش يشوفه مواطن الخلال اللي موجودة ولا بدها من أسلاحها ذاك وقت اللي هو يطرح لك المشكل ويكون واعي اللي كونه ثم مشكل معانتها هو هو يطلب من الجميع أنه مراجعة هذه المسألة بالتالي احنا بيدنا يعني في نفس شخصية في نفس الموقف أنه مراجعة هذه المسألة مراجعة المنظومة الانتقابية القانون المنظم الانتخابات هذه القوائم وأكبر البقايا وما أفرزت يعني من يعني مدلس النواب فوساء وسياحة الحزبية اللي شفناها يعني تنتق يعني هذه كلها يعني مشاكل جعلت يعني بعثت في نفوس المواطنين يعني الريبة وعدم الأمل بالنسبة المستقبل سيد العميد إبراهيم بودربال العميد المحامين 17 فيفري لقاء مع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل تم التداول في إمكانية ولا في اجتماع مكونات الرباعي الرائعي للحوار الوطني مع تشريك اتحاد الفلاح وسيد البحري لعدد رؤية بشتم تقديمها الفعلين السياسيين ومسؤولية الدولة قصد الخروج من الأزمة الحالية السياسية ولا اقتصادية والاجتماعية نحكيه اليوم إجراء حوار وطني فالحقيقة والواقع أرى الموعد مع الأمين العام السيد الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل كان سابق لإشعارنا بلقاء رئيس الجمهورية وبالتالي يعني كان من الأول يعني وإزال وضع لوصلت له للبلاد يعني الحياة السياسية أصبحت معطلة يعني المؤسسات أصبحت معطلة ارتقيت وأنه نظرا للعلاقة العضوية اللي عندنا مع الاتحاد اللي عام تونسي للشغل ارتقيت تبحث معه وتلبط يعني لقاء وتلقينا يعني وصادف ذلك تزامن مع زيار يعني اللقاء اللي تم مع سيادة رئيس الجمهورية على كل حال كان الهدف هو يعني تبحث في خصوص إيجاد حل للخروج من هذه الوضعية فعلا فكرنا في وتعرف اللي كونه الاتحاد قدم مبادرة وحتى المجلسية الوطنية المحامية قدم مبادرة في سبق واتصنى وقتها بكل الأطراف يعني اتصنى بالرابط تتصنى بالاتحاد باتحاد الصناعة والتجارة بالاتحاد النسائي بالاتحاد الفلاحين ولكن بقيت الأمور على حالها بدون حل فعودت الاتصال بالسيد لمين العام وقلنا لما لا يعادت يعني مبادرة الرباع الحوار الوطني باعتبار أنه الرباع الحوار الوطني له رصيد يعني فيما سبق في خصوص يعني الحوار الذي تم سنة 2013 والذي توج بجائس نوبل السلام قلنا لما لا يعني باعتبار وأننا يعني عادنا رأية موضوعية ورأية محايدة ولنا نفس المسافة من كل الأطراف السياسية وكل الفاعلين السياسيين قدم رأيتنا بكل وضوح لإيجاد حل وإخراج البلاد من هذه وضعية تفقتوا على أن يكون الآن قيادة هذه المبادرة تكون من عدد من المنظمات نحن مبدئيا بالشياق على اجتماع ما بين الرباعي الرباعي يعني اللي هو الاتحاد والاتحادين والرابطة والتحادين والتجارة الاتحاد الاتحاد العمدوسي الشغل الاتحاد سناعة والتجارة والرابط الرفاع وهاية المحامين وهاية المحامين وثم إمكانية بتبيعة الحال هذا حديث ثناي بيني وبين السيد لامين العام لكن يعني هذه المسألة تحتاج إلى موافقة بقية الأطراف الانفتاح عند الافتتاح بتبيعة حال وربما في الجلسة الأولى يقع الاتفاق وقتش الجلسة الأولى سيد العميد والله هو الجلسة الأولى يعني كنا بش نحاول نسرع لأنه لامين العام تعهد بالاتصال ببقية مكونات الرباعي على تحديد ولكن جاءت مسألة تينيسار ومشاغل سيد لامين العام وأنا بدي بعد اللقاء هذا بش نتصال بسيد لامين العام وبش نسرع فها نحاول نسرع فها يعني في أقرب وقت ممكن لتوضيح الملامح الأولى ثم يعني فتح النقاش ليوضع كل الأطراف على التاولة لا هو كيد الحوار اللي بش يجي طوانا بش نحكي بسيفة الشخصية بش نحكي سيد عميد إبراهي مودربيل عميد المحمين نعم بش نحكي على خاطر بعد ما يتفق عليه الجميع هو الذي سيقع يعني العمل به لكن بسيرت الشخصية اللي كونه هاته الوضعية لابد من الخروج منها مهما كان تكاليف لابد من كل أطراف أن يعني كل طرف الآن يريد المذيق قدما للأمام وهذا لا يخدم القضية أعتقد أن الاحترازات التي أبداها رئيس الجمهورية يعني كان من الأفضل ومن يعني من المستحسن لأخذ بعين الاعتبار هذا يقال لك ثم شكون عنده شبهة فساد وثم شكون عنده تضارم مصالح وهي موثقة من خلال تقرير هيئة الحوكم الرشيدة ومقامة الفساد يعني مش كلام يعني هيئة هاية الوطنية مكفحة الفساد موثقة هيذي 에ي قال موثقة موجودة في التقرير متاع الهيئة موجودة في التقرير متاع الهيئة يعني ثم يعني شبهة فساد هذ علم جمهورية قال رئيس حكومة مقالش لا هي نعرف رئيس حكومة مقالش بالرئاسات الثلاثة أن يقع التفاهم مسبقا يعني حول بعض المسألة مش يقع يعني كل إنسان يشد في موقفه بشكل يعني قطعي كان من الأفضل يعني تفاهم ووش به يعني ثم يكون بعد ما وقعت المسألة والمسادقة على من طرف البرلمان على التشكيل الحكومية ثم أصوات ارتفعت ومسؤولين سياسيين ارتفعت قالوا لما لا هؤلاء الأربع يعني يستعفيوا أنفسهم ونعوذهم بكفاءة تخرج بي أخي تونس ناقصة كفاءة موجودة كفاءة ونزموا نخرجوا منها المشكلة لأنه مش ممكن بش يكون يعني والعمل الحكومي والعمل المتعمل موسى الدولة بش يكون رئيس الدولة عنده موقف واضح ورئيس الحكومة عنده موقف واحدة ورئيس مجلس النواب عنده موقف منقص بالتالي لابد لهنا من التوافق والحل بالنسبة لي أنا شخصيا أرابدون يعني أنه الثلاثة أطراف هذوما يجتمعوا مع بعضهم ويلقوا حل لأنه أفضل أنهم يكونوا وحدهم بدون تدخلات يعني من الخارج وهذاك عليه شاحنة توا في مبادرة يعني المبادرة اللي بش يكون بها رباعي الحوار يعني إن شاء الله ونظرا لكونه وعدنا نفس المسافة من كافة الأطراف نحاول أن نبين وأن هناك مشاكل بالنسبة للمسارات الثلاث المسار السياسي والمسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي لأنه كل شيء معطر والوضع بالنسبة للمستقبل يوم بالخطر لماذا؟ شين الخطر سيد بريمودر؟ خطر لأنه تواهل نسمعوا في أصوات وأنه سوف يحتكم إلى الشارع وإذا كان يقع الاحتكام يعني إلى الشارع بش تخرج السيطرة بالنسبة لكل أطراف إذا كان بش تولي يعني ثم شق مشاند وثم شق معارض يعني بش تخرج السيطرة ربما حتى من ناحية الأمنية يعني يقع انفلات ليحمدوا عقباه لذلك يعني لأن قبل حصول هذه المخاطر لابد من أن يغلب كل طرف المسلحة الوطنية العليا لابد أن يغلب كل طرف لغة العقر لكي يعني يقع الخروج خاصة أن البلاد يعني عندها مخاطر كبيرة لاحد واللي كونه يعني من ناحية المالية المالية العمومية حتى الميزانية متعد سنة 2021 إلى حد الآن لم تحدد ما لم يحب بسورة نهية هذه مشكلة كبيرة يعني ربما يعني ثم شكون يقول لك هذا حتى الهجور يعني والمرتبات بشيقة يعني بشيقة يعني عسر في تزديدة الالتزامات الدولة مع كل الأطراف يعني المتفاعلة معها بتصبح غير خادر يعني ثم شكون يقول بعد خبراء اقتصادين يقول لك نحن على بواب الإفلاس هذه مسألة اختيرة ثم أنه الناحية الاجتماعية الناحية الاجتماعية والمواصلة للضربات والاعتصامات وما إلى ذلك الناحية السياسية مجلس النواب نشوف فيه كيفاش يعمل يعني كل شيء معط هذه مسألة لابد من الخروج منها وثم مسلحة وطنية قبل كل شيء وثم مسؤولية ثم مسؤولية كبيرة بالنسبة لأطراف الثلاثة ذمه ولابد أن يجدوا سيغل التوافق بينهم أنتم ما كانكم دعمين محامين لرئيس الجمهورية نوع من ما كمش على نفس المسافة من كل الأطراف والله بما نوع من انحياز لا لا مش حياة أنا قبلت رئيس الحكومة في السابق وكان لقاء يعني مثمر وكان لقاء يعني فعلا تفعلنا معها بشورة إيجابية قبلنا سيادة رئيس الجمهورية وفي المواضيع التي آثارها رئيس الجمهورية كانت مواضيع واضحة يعني وكعندما سندناه في الرؤاة متاعه هذه نعتقد حتى بقية الأطراف يعني يشاركوه فهرة سيبران أبو دربال عميد المحامين فما اليوم كلم على هدنة سياسية تحت شغل مزادة على هدنة اجتماعية واقتصادية معينة وإيجاد حلول سياسية أيضا هذا يتفكروا فيه بتبعة الحال هذا يرأوا إذا كان يعني في المستقبل وفي الرذال كلمتوا فيه في الاجتماع الأخير مع الاتحاد اللي عم توصي للشغل عن هدنة سياسية اجتماعية نحنا في المبادرة اللي قدمناها تحدثنا على الهدنة السياسية وتحدثنا كذلك على الهدنة الاجتماعية في المبادرة اللي قدمناها اللي كانت من أربع نقاط واضحة إذا أعتقدوا أنه في حديثنا يعني مع السيد لامين العام هو يعني مستعد لإيجاد مناخ اجتماعي سليم لكن أنه كل الأطراف تتحمل مسؤوليتها مش لعمال فقط يتحملوا يعني من جهتهم فقط لكن بقية الأطراف تتحمل ولهنا يكون ثم توازن في التحملات يعني ممكن يعني نوصل الهدنة الاجتماعية عما مش ترف فقط يتحمل أكثر مش مثلا نشوف الأجور تبقى هي بيدة ولا أسعار ترتفع والقدرة الشيرائية يعني تنخفض بشكل مريح هذا ما تماش يعني توازن يعني بشتغلق هدنة الاجتماعية تم توازن في بالنسبة لكل أطراف شون موقفكم أو تعليقكم سيد العميد وهائة المحامين حول قضية الزيادة في الأجور للقضاة وما حصل حولها من خلاف داخل حتى الحكومة وأصبح علني تم مبدأ دستوري موجود في الدستور هو المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات هنا لا يمكن بطبيعة الحال أن نسمح لفئة معينة بأن تنتفع بامتيازات على حساب بقية المواطنين هذه مبدأ عام ولذلك يعني نعتقد أن والإخلال بهذا المبدأ هو أخلال خطير واختير جدا لأن بقية الأطراف وبقية الفئات سوف تطالب بنفس شيء ولهنا يعني بشيق اختلال ولذلك أعتقد أن هذه المسألة يعني لابد من مراجعتها صار خطأ نعتقد أن لابد من مراجعتها صار خطأ يتحمله الحكومة أو القضاة أو ممثلي القضاة تول لاحظ أن في المدة الأخيرة كثرة الضغوطات الحكومة هذه بدأت يعني في سبتمبر اللي فات وبدأت طلبات وضغوطات من كل حد منه وما يخفيش عليكم أن سيد القضاة تمشيوا في تمشي تعطين مرفق العدالة مدة سبعة سبيع ربما الحكومة يعني لفض المشكل وافقت تحت الضغط على هذا التمشي واعتقد أن هذا التمشي يعني هو موقف غير صعب ولا بد من مراجعاته لأنه يمس بمبدأ هام وهي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات نختم معك بحاجة سيد العميد سبعتاش فيفري ملتقى حواري المحامات والإعلام ذاوبة الحضور الإعلامي للمحامي فما موجود كان في تونس فقط محامين ومنوعين من وسائل الإعلام إلا باستشارتي وموافقتي وكذا الفرع والرئيس الفرع شو الحل اللي لقيتوه والعياء غريبة بقيت المحامي بقيت الجهات عندهم الحق يحضروا أحنا الآن بيستدد عدد القانون الأساسي للمنظمة لمهنة المحامات واللقاء الحواري هذا في نطاق يعني الرؤية المستقبلية لمهنة للقانون الأساسي لمهنة المحامات وأنا شخصيا أعتقد أن المحامات والمحامين بشورة عامة هناك يعني أربع أسناف تقريبا المحامي الذي ينشت في حزب سياسي وفي المجتمع المدني ويتحدث بصفاته تلك الحزبية المحامي هذا كان عنده الحق في الظهور العالمي المحامي الذي يعني تصبح قضيته تهم الرأي العام معنى أن القضية التي ينفت تهم الرأي العام يعني يجي نطق باسم مزارة الداخلية ولا باسم نياب العمية ولا باسم المحكمة ويتحدث فيها في وسائل العالم يعني المواطن المتقاضي من حقه أن يلتجي إلى وسائل العالم المشكلة هو ثم سنف في بعض الأحيان من المبتذلين الذين يستعملون وسائل العلام قصد يعني استجلاب الحرفاء بطرق سرعية وقيام بعمليات إشهار غير أخلاقية لا تتماشى مع أخلاقية مهنة المحامات هذا يعني سنف فما يحضروا كمحاللين فما يحضروا يمارسوا مهنة معناها تعليق أعلامي أو كذا لا بالنسبة لنا يحضر إنسان يعني بدون أن يستعمل ذلك المنبر الأعلامي لخاصة نفسي والادعاية لنفسي فأنا شخصيا يعني أراه وأنه سيء ومباع بل بالعكس أنا عندما استمع إلى محام يتحدث في وسيلة علام بما يعني يرفع من قيمة مهنة المحامات هو شيء إيجابي بتبقينا المشكلة للمحامين اللي نسميهم الكروني كار اللي مربوطة اللي مرتبطين بأجر هذا يعني هذا عملية أنافة مع مرس المهنة لأنه المهنة المحامات تقول لك لا يمكن الجمع بين مهنة المحامات ومهنة أخرى بأجر قار ولكن الحضور غير يعني غير المتواتر غير القار غير متواتر يعني هو مسموح به وجهة النظر المتاعي كلا وفيك سي إبراهيم بودربيلة عميد المحامين شكرا جزيلا وضيفنا في ميديشو شكرا شكرا على الاستضافة شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق عايش شاء الله رب يوفقكم ربي أعزك عايش شاء الله رب يوفقكم شكرا